طبعا كان فيه كلام ان ممكن محمود صابر لعب بيرامدز اللعب الواعد الحقيقة واللي اتقلق جدا مع المتاخب الولمبي كان يبقى موجود مع نادي الزمالك على سبيل الاعارة يعني كان فيه اتفاق بين الزمالك وبين بيرامدز انه ممكن يروح على سبيل الاعارة خلال هذا الموسم لكن اقاف القيد اوقف هذه الفكرة حتى الان محمود صابر كان هيطلع اعارة لنادي الزمالك لمدة سنة هم اللعبة الحقيقة الموجيدة جدا في نص الملعب متوقع لمستقبل كبير جدا ويبقى خليفة لعبدالله السعيد في نادي بيرامدز خلال المستقبل القريب طبعا في المنتخب النهاردة بدأ معسكره التدريب في توريا استقبل كل اللعبين واتمرانه النهاردة اول تدريب ليهم في وجود اللعبين يعني وطبعا في غياب محمد صلاح وفي غياب تريزينجي وفي غياب احمد حجاز النجوم الكبار مين هيبقى كابتن الزمالك فيه مباراة تأسيوبيا فيه لعبة كتير بتأمل فيه ان حصول على شرط القيادة طريق حامد محمد ابو جبل علي جبر طبعا محمد الشناوي كل دي اللعب عندها امل لكن اللي هيحدد مستر فيتوريا مين هو اللي هتولى شارط القيادة خلال الفترة الجاية لجنة الحكام ومستر بريرا احنا بننتقد مواقف لكن الحقيقة له كتير وشغل ليه لكن الحقيقة وحطت حاجة في اللايحة الجديدة اللي بيعملها لجنة الحكام للحكام بتوعه حطت باند اسمه الباند 67 بيقول فيه ان تضرب المصالح بين الحكام والاندية ممنوع بداية من هذا الموصل يعني اي لعيب اي حكم او حتى حتى من احد من عائلته بيشتغل في اي نادي في الدور الممتاز مش هيبه موجود يحاكم دور الممتاز حطت باند يمكن ده معرفش هل ده احد اسباب حالة الهيجان اللي موجودة من الحكام ضد رئيس اللجنة الحكام مش عارف لكن الباند بيقول ان ادارة المباراة حتى انك تدير اي مباراة لاي نادي لازم بيبقى من خلال لجنة الحكام حتى لو مباراة ودية وان ما نفعش اي حكم او حكم فيديو يكون موجود في ادارة اي مباراة ودية وكمان يكون بيعمل في اي نادي نهائيا خلال الفترة الجاية وحدد عدد من الحكام قال دول اللي هيديروا فقط دور المحترفين هم دول مش هيديروا قسم تاني كان الحكم يحكم ما تشاد في الدور الممتاز وحكم ما تشاد في القسم التاني وقسم التالت والكلام ده قالك لا ما فيش الكلام ده هو حدد ان في عدد من الحكام فقط هم اللي هيديروا الدور الممتاز وعلى الحكام الموجودين من تحت انه هو يشتغل على نفسه عشان يطلع يحكم فوق ولما يطلع يتصعد للتحكيم في دور المحترفين او في الدور الممتاز مش هينزل تاني يحكم تحت دي كانت اخبار كده سريعة خلوني بقى اطلع فاصل تاني بسرعة وانتبع بعض التقارير بعد الفاصل هنتابع هيكون معانا ضيوفنا اصدقائنا نجميل الكبير كابتن محمد عبدالجليل وصديقنا العزيز الناقد الرياض الكبير الاستاذ احمد الخضر